بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتهم التسليم معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربية الفكرية للصف الرابع ابتدائي مادة الرياضيات أحبايا الطلاب والطالبات قبل أن نبدأ في هذا الدرس يجب علينا إزالة جميع المشتتات ثانيا الاستعداد جيدا للدرس ثالثا متابعة التمارين بالكتاب هيا يا أبطال نبدأ في هذا الدرس وعنوان هذا الدرس الفئة النقدية فئة العشرة ريالات أحبايا الطلاب والطالبات سوف نتعرف على أهداف هذا الدرس أولا تمييز الفئة النقدية فئة العشرة ريالات ثانيا نشير للفئة النقدية فئة العشرة ريالات ثالثا نقوم بحساب أو نحسب الفئة النقدية عشرة ريالات رابعا نذكر الفئة النقدية فئة العشرة ريالات أحبايا الطلاب والطالبات تعرفنا سابقا على هذا الدرس الفئة النقدية فئة العشرة ريالات إذن في الدروس السابقة تعرفنا على الفئة النقدية فئة العشرة ريالات وفي هذا الدرس يا أبطال سوف نتعرف على أنشطة إثرائية هنا لدينا يا أبطال ساعد عمار على معرفة الفئة النقدية فئة العشرة ريالات إذن هنا في هذا النشاط يا أحباي الطلاب والطالبات سوف نقوم بمساعدة من عمار أحسنتم سوف نساعد عمار على استخراج الفئة النقدية فئة العشرة ريالات إذن هنا يا أبطال إذن هنا يا أبطال ها هي الفئة النقدية فئة العشرة ريالات أحسنتم لا يا أبطال إذن هذه ليست الفئة النقدية فئة العشرة ريالات إذن ليست هذه الفئة النقدية فئة العشرة ريالات وهذه خمسة ريالات ليست هي الفئة النقدية الفئة العشرة ريالات إذن أحسنتم ها هي الفئة النقدية فئة العشرة ريالات إذن ها هي يا أبطال الفئة النقدية فئة العشرة ريالات أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أحبائي الطلاب والطالبات سوف تظهر لنا الآن الفئة النقدية فئة العشرة ريالات شاهدوا معي هنا يا أبطال إذن ها هي الفئة النقدية فئة العشرة ريالات إذن ها هي الفئة النقدية فئة العشرة ريالات إذن من ماذا تتكون الفئة النقدية فئة العشرة ريالات من الرقم عشرة هنا وأيضا كتابة عشرة ريالات ها هي الفئة النقدية فئة العشرة ريالات وهنا أيضا مكتوب العدد عشرة أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات أحباي الطلاب والطالبات سوف تظهر لدينا الآن عملات أو فئات نقدية سوف أقوم بحساب الريالات التي تظهر معنا في هذه الشاشة إذن شاهدوا معي يا أحباي الطلاب والطالبات إذن هيا نشاهد لدينا هنا كم يا أبطال أحسنتم خمس ريالات إذن لدينا هنا يا أبطال خمس ريالات هنا خمسة ريالات وهنا ريال واحد خمس ريالات ست ريالات سبع ريالات ثمان ريالات تسر ريالات وهنا عشرة ريالات إذن كم عدد هذه الريالات يا أبطال إذن كم عدد هذه الريالات يا أبطال كم عدد هذه الريالات لدينا خمسة ريالات إذن هنا خمسة ريالات ولدينا أيضاً لدينا ريال واحد هيا نقوم بالحساب خمسة ريالات ستة ريالات سبعة ريالات ثمانية ريالات تسعة ريالات عشرة ريالات إذن عدد هذه الريالات هي عشرة إذن عدد هذه الريالات هي كم يا أبطال عشرة ريالات أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن هيا نشاهد هنا يا أبطال لدينا في هذه الوسيلة التعليمية يا أحباي الطلاب والطالبات لدينا هنا هذه الفئة النقدية كم الفئة النقدية هنا يا أبطال إذن كم الفئة النقدية أحسنتم عشرة ريالات إذن ها هي الفئة النقدية فئة العشرة ريالات إذن ها هي الفئة النقدية فئة فئة ماذا يا أبطال أحسنتم فئة العشرة ريالات أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن أحبائي الطلاب والطالبات ها هي الفئة النقدية فئة العشرة ريالات إذن ها هي الفئة النقدية فئة العشرة ريالات هيا نشاهد هنا يا أبطال لدينا هنا الفئة النقدية فئة العشرة ريالات إذن هنا مكتوب عشرة ريالات هنا مكتوب عشرة ريالات وهنا إذن هنا العدد عشرة عشرة ريالات وهنا مكتوب عشرة ريالات إذن هنا مكتوب عشرة ريالات ها هي الفئة النقدية فئة العشرة ريالات إذن أحبايا الطلاب والطالبات هنا سوف نقوم بكتابة الفئة النقدية فئة العشرة ريالات إذن هنا سوف نقوم بكتابة ماذا يا أبطال؟ الفئة النقدية فئة العشرة ريالات سوف نقوم بكتابة الفئة النقدية فئة العشرة ريالات وهنا ننبه على أولياء الأمور هنا يقوم ولي الأمر بإحضار النقود إذن فئة العشرة ريالات ويقوم بالتأشير أو بالإشارة إلى العشرة ريالات للطالب ويقوم الطالب أو الإبن بكتابة عشرة ريالات كما سيظهر معنا هنا يقوم بكتابة عشرة ريالات لكي يستفيد الطالب من هذا النشاط وهنا ننتقل لهذا النشاط هنا ضع خطا أسفل الفئة النقدية فئة العشرة ريالات إذن هنا سوف نضع خطا أسفل الفئة النقدية فئة العشرة ريالات إذن ها هي فئة العشرة ريالات أحسنتم ليست هي فئة العشرة ريالات إذن أين هي الفئة أين هي العشرة ريالات يا أبطال أحسنتم ها هي العشرة ريالات إذن ها هي عشرة ريالات أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات وهنا يا أبطال اذكر المبالغ التي تحتاجها لشراء هذه السلع إذن أحبائي الطلاب والطالبات في هذا النشاط سوف نقوم بذكر المبالغ التي نحتاجها لشراء هذه السلع لدينا هنا هذه السلع لدينا هنا هذه الشاحنة بكم هذه الشاحنة يا أبطال هيا نشاهد هذه الشاحنة بكم هذه الشاحنة أحسنتم سبعة ريالات إذن هذه الشاحنة بسبعة ريالات وهذه الدمية بكم يا أبطال أحسنتم هذه الدمية بعشرات ريالات أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات أشكركم على حسن الاستماع كان معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف وإلى درس آخر وإلى درس آخر ترجمة نانسي قنقر